السلام عليكم ورحمة الله طلاب الرائعين طلاب الصف الثامن هذه مراجعة على اهم دروس الوحدة الثانية وحدة المعادلات دعونا نحل بعض المعادلات معا الان الخطوة الاولى دائما في حل المعادلات يا ابنائي تبسيط كل طرف يعني ايه تبسيط كل طرف يعني لو عندي حدود متشابهة في الطرف اليسار او اليمين نجمحها مع بعض ده الطرف الشمال ده الطرف اليمين دايما اهو ونبدأ دلوقتي نبسط الطرف ده اي نجمع الحدود المتشابهة اي نجمع الحدود ايه المتشابهة يلا نجمع مع بعض وفرصة عندنا المقام متساوي اهو نجمع على طول بمجرد النظر دون اي عناء ولا تعامل اوكي يلا نجمع مع بعض اربعة زائد واحد خمسة خمسة على خمسة اكس طبعا لا تجمع المقام المقام ده الوحدة بتاعتك بساوي سبعة يعني اكس يساوي سبعة شوفوا قدي ايه سهولة سبعة خمسة على خمسة طبعا يعني واحد هنا طرح مثلا بس هنا المقام مختلف يا جماعة اربعة لخمسة نقص ربعة تضرب اربعة في خمسة بعشرين طريقة سهلة جدا واربعة في اربعة بستاشر ناقص وخمسة في واحد بخمسة تخيل انا كده طرحت خلص تخيل قدي السهولة ستاشر ناقص خمسة احداشر على عشرين اكس يساوي احد اشر للتخلص من معامل اكس لو كان عندك اي كاسر اعتيادي معامل اكس تخيل عشان تتخلص منه بس اضرب فيه مقلوب وخلص ضرب عشرين على احداشر ضرب عشرين على احداشر تخيل شوف قدي ايه السهولة سو اكس يساوي عشرين شكرا هذا هو الحل بعض الكسور بتجمع بدرب واحد منهم بس في عدد يعني مثلا تلاتة على تمانية زائد واحد على اربعة التمانية كلنا شايفين تقبل القسم على اربعة صح طب يساوي كام يساوي اتنين اهو البقى الاتنين الناتجي للقسمة دي اضربها بقى في الواحد على اربعة ينتج ينتج تلاتة على تمانية زائد اتنين على تمانية اهو اتنين في واحد باتنين واتنين في اربعة بتمانية كل دول حرف واحد او متغير واحد اكس تمام اذا اتنين زائد اه اتنين زائد اه اه تلاتة خمسة على تمانية اكس يساوي عشرين اذا الاكس يساوي عشرين ضرب تمانية على خمسة يساوي وتعلم تختصر دايما الكسور دي مهارة مهمة جدا تقسيم خمسة واحد تقسيم خمسة اربعة واربعة في تمانية اتنين وتلاتين تعلم هذه المهارة وهي اختصار البسط مع المقام في عملية الضرب دي زيها يلا حلوها انا عاوز اخد افكار مختلفة اه مثلا لما يكون عندي كسور عن اكس نقس خمسة معرفش زائد سابعة يساوي ما عرفش ايه الطرف التاني انا اروح على الطرف الشمال ده واقفك القوس واجم مع الحدود المجاشبة هذا ما يعنيه بكلمة بسط كل طرف يلا نبسط هنا مقام واحد تسعة وفي خمسة خمسة واربعين دايما دي طريقة سهلة لجمع اي كسرين المقام مختلف ولا يوجد واحد دي انا قبل القسمة التاني المهمة تسعة في خمسة بخمسة واربعين وتضرب كده خمسة في اربعة عشرين زائد تسعة في واحد بتسعة قدي ايه يا سلام عالجمال شوفوا السهولة دايما نخدوا الامور ببساطة يا جماعة خدوا الامور ببساطة الرياضيات رغم الكمية التعقيد اللي فيها والصعوبة لكن خدها واحدة واحدة تلاقي نفسك رائع يلا نجمع اتنين عالطرفين اهو اهو كده خلص ما عادش عندي خلص اتنين اذا التسعة وعشرين على خمسة واربعين اكس يساوي سيفنتي ايت العدد داي جماعة قدي دايه تلات مرات يعني يعني ايه تلات مرات يعني انا لو رحنا قسمنا يعني قبل ما نكمل يعني يتقدروا وتعملوا لا انا بعملوا ده يبقى رائع العدد دايه العدد دايه نقسمه على تسعة وعشرين تسعة وعشرين تقسيم نفسها واحد وتقسيم نفسها هنا سو ثلاثة اذا الاكس يا جماعة هي تلاتة ضرب خمسة واربعين يساوي ايه تلاتة خمسة وخمستاشر معنا واحد وثلاثة اذا اللي جمعين مية خمسة وتلاتين شوفوا قدي ايه السهولة اذا خطوات حل ايه عادلة لانا لما يكون عندك تلات كسور وعاوز تحلهم بسط على 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 كسر واحد يعني ايه على مقام واحد انت شايفين عشر اكبر مقام عندك تقبل قسم على خمسة وتقبل قسم على اتنين خلاص روح على الخمسة اضربها في اتنين وروح على اللي فيها مقام اتنين اضربها في خمسة فوق تحت يانتو كله الان مقام خمسة شايف شايف اللي فوق دي سالب تلاتة في اتنين ادي سالب ست شايف السابعة دي او سالب سبعة ايه زي ما هي ما ضربناش حاجة هنا شايف الخمسة في واحد دي تساوي خمسة اهو كل دول يا جماعة هما معاملات الاكس يساوي وعندك اهو اه سالب اتنين سالب تمانية حل ده سالب تمانية على خمسة اكس يساوي سالب فيفتي سيكس قصه بالسالب مع السالب يا بطل واضرب الطرفين في خمسة على تمانية وهاتلي الحل يلا كمل انت الحل وديني الاجابة هذا السؤال وكتب لي الاجابة في التعليقات المهم يا جماعة يا ده بصلا مسألة دي هتبصت كل طرف دي بسيطة اصلا خلاص هتكتبها مرة كمان وتروح حال الطرف الايمن تبصته ست ناقص تمانية سالب اتنين اكس زائد اتنين وتبدأ تحل عادي بجمع اتنين اكس على الطرفين وطرح الستة من الطرفين دايما نلغي الاكس من الطرف اليمين ونلغي الرقم من الطرف الشمال احفظ الكلام ده لو لا عندي المعادلة فيها اقواس بس فيك القوس شوف قد ايه الجمال قد ايه السهول اه اه محدش قولي صعبة كله جدول الضرب وحاجة جميلة وحاجة زي الفل استمتع يلا استمتع اه وفكر اهو ان احنا بندرس ونستمتع في نفس الوقت سبعا قصتلات اربعة الشاطر منكو يقرى السبع الاول سبع اكس نقص تلاتة اكس هي نفسها طبعا سلب تلاتة اكس زائد سبع اكس طبعا الجامعة عملية هيدا ليه او حاجة جميلة وحاجة حلوة والشمس طالعه حاجة يعني ايه نقص تلاتة على الطرفين ازا اربعة اكس يساوي اربعة وعشرين وبقسمة الطرفين على اربعة ينتج اكس يساوي ستة شوفوا قد ايه الجمال عاوز اكتفي بهذا القادر يا جماعة اه مسائل زي كده يا جماعة لما يكون المقام عندك ستة والمقام اتنين ما تضربوش السدس جوه ما توزعوش يا جماعة السدس ولا توزع النص وما لعمل ايه استاذ انت اضرب الطرفين في ستة لما تضرب الطرفين في ستة سيمحي سيزول الكاس اضرب في ستة هين اضرب في ستة هين خلاص تخلي الموضوع خلص خلاص اتخيل الطرف ده بقى اكس نقص خمسة شكرا اهو ستة في سدس واحد خلاص مفيش حاجة والطرف ده بقى ستة تقسيم اتنين يعني تلاتة يلا اضرب تلاتة جوه هين تلاتة اكس زائد تلتة في ستة تمنتاشر شكرا يا سلام على الجمال اهو على فكرة ممكن تطرح اكس من الطرفين بحيث تثبت الطرف اللي فيه ايه اكسات اكتر بحيث الاكس تطلع مجابة والله اهو يعني اتنين اكس زائد تمنتاشر يساوي سالب خمسة الحين ناقص تمنتاشر على الطرفين اهو انا عمال احل بقى سليب مختلفة ممكن اعدل المعادلة في الاخر وابدع اتنين اكس ما عندكش مشكلة في اي لحزة عاوز تجيب الطرف اليمين شمال وشمال يمين خد راحتك يا الله سيدي انا بنسمح لك تعمل كده وخد راحتك والامور جميلة وزي الفل وزي على اتنين ودايما ضع اجابتك في اه ابسط صورة اللي هي اللي هي اللي هي نكمل يا جماعة برضو حلوا معادلات انا سيبلكم معادلات بقى ايه تعالوا بقى النوع ده من المعادلات يا جمال ده مهم جدا ما عدد حلول المعادلات التالية هنا عاوز عدد الحلول يعني انا مهمنيش تقول لي اكسي سوي كام بس اقول لي المعادلة دي لها خل واحد ليس لها حل عدد لها نهائي من الحلول يلا الحل عادي كأنه بيقول لي حل المعادل bek тому انساء انساء سؤال ده انساء حل المعادلة يلا يا حل معادلة زي اصد بطرح تلاتة وتلاتين اكس Sony' الطرفين لما طرحنا تلاتة وتلاتين اكس من اطرفين الله ده الاكسي ده الاكسي اختفت تماما اصبح هنا تسعة وتسعين وهنا سالة تسعة وتسعين. طب هل هذي الجملة صحيحة? اه هذي الجملة خطأ. لو ما نوصل لعدد خطأ يا جماعة نكتب هذي المعادلة ليس لها حل. ليس لها ايه? حل. طب يطرح هنا فورتينان من الطرفين. يا انتوك تسعة يسوي ايه تي تري? اه دي كمان ليس لها حل. طب تعال نشوف اللي تحت. مثلا دي نفك الاخواز. يلا ايه اول خطوة في الحل? مين يقول لي اول خطوة? ها? طب سيط كل طرف. انا سامع ناس بتقول معي الله يحفظكم جميعا. تبسيط يعني ايه? يعني انت عندك حدود متشابهة زي سبع اكس وثلاثة اكس جمعهم. عندك قوس فيك القوس. هو ده تبسيط والله. ادي عشرة اكس ناقص تمانية يا سلام على الجمال. اطرح عشرة اكس من الطرفين. يا انتوك سلب تمانية سوي سلب تمانية. هل هذي جملة صحيحة? نعم. اي حدد يسوي نفسه? طبعا. بدال الاكس اختافت واصبح جملة صحيحة معناها ايه? معناها مهما تحط اكس باي رقم صفر واحد اتنين تلاتة سلب خمسة سلب اربعة مليون الف نص وربعة جزر خمسة تنتج معادلة صحيحة معناها يوجد عدد لا نهائي من الحلول. معناها يوجد عدد لا نهائي من الحلول. اذا لو نتج زي المعادلة اللي فاتت جملة خطأ عدد يسوي عدد تاني تكتب لا يسا لها حل. اما نتج معاك الاكس اختافت ونتج عدد يسوي نفسه تكتب عدد لا نهائي من الحلول. حلينا المعادلة زي اللي فوقه طلعت اكس يسوي المعادلات دي اكس يسوي رقم معين. خلاص يبقى حل واحد اما فيهاش كلام. وهنعرفها دايما ازاي اولاد? هنلاقي قيم اكس مختلفة على الطرفين. يعني تخيلوا المعادلة دي من غير محلة. يوجد لها حل واحد. عارفين ليه? من غير محل. لان هنا تلاتة اكس وهنا اتنين ونصف اكس. فالاكس هنا لن تزول. لن تمحي. ايه رأييكم في الكلام الجميل دا? اتمنى اكون. هنا الاكس مسلا هنا حل المعادلة مقليش حل عادي بقى اهو. اجمع اتنين وتلاتة من عشرة اكس عالطرفين وحل يا بطل وعيش حياتك اهو. حدش يقول لي صعب بقى اهو. موجام عطار حول من ربعة وخمسة ابتداء انت عمل تعمل حاجات من ربعة وخمسة ابتداء. انت عاوز ايه اصحل من كده? مفيش صح? عاوز ايه اصحل من كده? مفيش. الله يحفظكم جميعا. اه يبقى شيء واحد عاوز اراجعها معاكم يا جماعة وهو ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم هو عدد يحدد يا جماعة قدر ميل يعني قدر الزاوية التي اصنحها الخط مع محور ايس. والله يا تخيله هو ده الميل. هو ده الميل. ويحسب عمليا بقسمة بالنسبة الخط اللي بيوم نقطة الاصل قسمة اي يعني اخد نقطة احداثيات صحيحة بنسموها النقطة دي تخيله احداثياتها اتنين وستة. صح? اهو. والنقطة الاصلة هو نقطة مؤكدة عندي صفر وصفر. تخيلوا الميل ان انا اطرح الواي نقص بعد على الاكس نقص بعد. والله يعني ستة نقص صفر على اتنين نقص صفر. هو ده ميل الخط المستقيم. بناء على القانون اللي اخدناه وي تو ماينس وي وان على اكس تو ماينس اكس وان. ده ميل الخط المستقيم اللي مر بنقطتين. يعني ستة على اتنين. الله كأني اسمت الاحداثي واي على اكس للنقطة. اه والله فعلا كان معك حال. صح. بس الكلام ده ايه? اذا كان الخط يمر بنقطة الاصل فقط. هذا هو الميل. شوفوا الجمال. شوفوا الحلوة. الميل للخط اللي ماشي بالاتجاه ده فمن الرابع التاني. بالسكند كوادرنت للفورث كوادرنت بيكون ميله سالب دايما. لانه يصنع زاوية منفرجة مع محور اكس. هنا الخط هنا يصنع زاوية حادة عشان كده ميله عدد موجب. هتعرفوا الكلام ده بعدين. المهم يا جماعة خد اي نقطة اهي نقطة واحدة. اكتب احداثياتها. النقطة دي في النص هيه سالب واحد واتنين. تخيلوا الميل هنا اتنين على سالب واحد? ايه رأيك? بالله عليك في حاجة اسهل من كده. مسألة من قولها ابتدائي. زي ما بس على طلب اتنين تقسيم واحد كامل اقول اتنين. انت هتقول بس سالب اتنين. انت عارف قوانين السالم. وهكذا يا جماعة. اذا نستطيع اه 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 تحديد ميل اي خط بتحديد نقاط عليه. اياك تاخدوا النقطة دي. اياك. خد نقطة محددة. احداثياتها اعداد صحيح. لو خدوا النقطة دي. واحنا عارسين نقطة دي كان كل واحد بقى يعمل تقدير. اقول لي والله النقطة دي اه استاذ واحد ونص. واحد يقول لي لا مش كيف النص اوي والله دي اعتبرها واحد واربعة من عشر. ابعد عن التقديرات واخد اه 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 ارقام صحيحة وهتحل ولا تنسى تكتب الاحداثيات. النقطة دي اتنين وسالب واحد. والنقطة اللي فوق دي صفر واثنين يا بطل. ويطرح يلا عيش حياتك اهو قدامك. الواي فوق بعض اهو الاكس فوق بعض ايه الجمال ده? اتنين ناقص سالب واحد على صفر ناقص اتنين. شوف الميل هيطلع ازاي سالب. تعال معاي. ناقص سالب واحد تلاتة على سالب اتنين. شفت الميل طلع سالب ازاي. والطالب الشاطر فيكم يكتب السالب مع البست عشان الكاس يكون ابسط صورة. احبابي العزاء اكتفي بهذا القدر. دي اهم الدروس عندنا في الوحدة التانية. اشكركم واراكم على خير. اشكركم واراكم على خير. اشكركم واراكم على خير.